النهاردة النادي الأهلي بيواصل تدريباته كولر كان حريص على عقد محاضرة فنية زي ما قلت لحضراتكم أو زي ما اتكلمنا خلال الفترة اللي فاتت انه دائما ما ستكون المحاضرات الفنية بالفيديو هي الاهم خلال هذه الفترة مع اللاعبين خلال هذه الفترة ليه؟ لانه كل بتلعب كل 3 يام مباراة لو كنت لعبت مباراة مبارح مع نادي الزمالك كان هيبقى عندك النهاردة تمرينة خفيفة وبكرة تخش المعسكر وبعده تلعب المباراة الأخرى المباراة الفترة اللي جاي كلها كده النهاردة اللاعبين قبل انطلاق المباراة كانوا بيتكلموا مع بعض في هذا الإطار واتفرجوا على الفيديو وخاد مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم وده بعد ما كانوا شاركوا أمس الحقيقة في كل المباراة الترايموتش اللي عملوا كولر بينما خاضر اللاعبين ميران بدني قوي لمدة 40 دقيقة تحت إشراف أندرياس ندويا مخطط الأحمال وفي آخر الميران أجرى كولر تأسيمة قوية شارك فيها اللاعبون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر